السبب الرابع سبحانه وتعالى فإن دراسة هذه القصص والأخبار عن الرسل وعن وسيرة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه فيها من العبر والعظات ما يكون سببا في زيادة الإيمان والثبات على الحق والعصمة من الفتن لأن المسلم إذا تأمل هذه القصص وهذه السير العطرة وما واجهه أولئك الأنبياء الصابرون الصالحون وما واجهه من أقوامهم من إذاء ذكره المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأخبر عنه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه فيما أخبر به من إذاء القوم لرسلهم ورميهم بهم للحجارة وغيرهم وأن الرسول الكريم وغيره ممن سبق كانوا يتلقون هذا الأذى بالدعاء لقومهم بقوله عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام اللهم اغفر لذا قومي فإنهم لا يعلمون وقد آذوه وأدموا عقبه عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام وصدق الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم نعم أيها الإخوة دراسة سير الأنبياء وسيرة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه هي من الأسباب الموجبة في إذن الله للثبات على الحق للثبات على الحق والعصمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين الله أكبر نعم يبين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه يقص على نبيه الكريم هذه القصص من أنباء ما قد سبق من الرسل لأجل أن يثبته ولأجل أن يصبره يصبره سبحانه يصبر نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام على الدعوة والتحمل في سبيل الله تعالى وفي سبيل هذه الدعوة لما يلقاه من أذى من المشركين والله المستعان فالذي يتأمل هذه السيرة يزداد إيمانا مع إيمانه تكون سببا بإذن الله لحفظه من الفتن وثباته على الحق في توفيق الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر